اشتركوا في القناة 137 القمر موجود في القوس في منزلة النعائم وهي للصلح والسرعة والتقريب والتفريق القمر وجوده في هاي المنزل تحديدا يعني شوي بكون منتحس بسبب الزوايا اللي رح يشكلها اللي منها رح يكون ضاغط على القمر فرح يكون القمر منتحس خلال هذا اليوم اما بالنسبة لتأثير القمر لما بكون موجود بالقوس بنشعر بالابتهاج ونجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا عنا اول زاوية رح تكون هي زاوية التثليث ايجابي بعد الحلقة احنا ذكرناها بالامس هي زاوية بين القمر وبين الشمس رح تكون في تمام ساعة سبعة وستة واربعين دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابي رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام ساعة ثمتين ودقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وحدات التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاويتين اللي رح يصيروا هم رح يعمق شكلهم عطارد الاولى رح تكون زاوية تقابل سلبية بين عطارد والمشتري رح تكون في تمام الساعة ثنتين وسبعتاشر دقيقة عصرا هي بتعطي شوي فترة مناسبة يعني لبعض الامور المالية ولكن انه برضو بتزيد من المصاريف والدفعات والالتزامات والاضطرابات مالية وبتفتح ابواب لنوع من انواع من الخلافات وممكن انه شوي ننهمك ببعض او بعض الاشخاص ينهمكوا في مسائل الى علاقة اما بتسوي او حل مشكلة بشكل ودي او خلافات على مستوى دعاوي او قضايا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد ونبتون راح تكون في تمام الساعة ستة واربع واربعين دقيقة مساءا منصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة لاخر زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعتاشر دقيقة مساءا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للقمر بما انه راح يكون في القاوس معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم واحد وثلاثين سبعة راح يكون في تمام الساعة اطناعش وسبع دقائق بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب عشر ايام في تمام الساعة واحد وست دقائق بعد الظهر بيصبح دعشر يوم نسبة الاضاءة ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية المزاج منتحس القمر في القاوس حتى يوم واحد وثلاثين سبعة مزاجه منتحس برضو اليوم عطارد في السرطان حتى يوم خمسة ثمانية مزاجه بسبب الزوايا منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية مزاجه سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة المزاج منتحس المشتري في الجدي بيتراجح حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة المزاج منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج ومعنى ممتزج انه بتقلب طول اليوم بين منتحس وبين سعيد فبظل يتقلب من ساعة لساعة فعشان هيك منحط انه ممتزج بالأيام القادمة رح يصير منتحس بسبب زاوية التربيع مع الشمس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 11 المزاج منتحس بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس فزي ما احنا شايفين انه الكواكب اجمالا كلها منتحسة معناته التأثيرات اللي رح تكون هي بسيطة جدا على بعض الامور الايجابية خلال الفترة هاي فحاولوا قدر الامكان انكوا تكونوا منتبهين من التحذيرات اللي انا بعطيكوا اياها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما انه القمر دخل على البيت التاسع على القوس يعني شويه وبعطيك شوية ايجابية بعزز من ثقتك بالنفس بعطيك طاقة جيدة ولكن الطاقة هاي بظل في تأثيرات للمريخ اللي موجود في البيت الاول صحيح انه يعني حليف لا اليك ولكن انه برضو رغم التحسن رغم الايجابية هاي الا انه مزاجك بكون عصبي بتكون مندفع متهور في بعض المسائل فبدك تحاول انك تضبط اعصابك وما في داعي لا للاندفاع ولا للتهور بالفترة هاي اضبط اعصابك اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بما انه رانوس منتحس معناته هو ممكن يجيب لك بعض الفرص اللي لها علاقة بالوضع المالي او يحسن وضع مالي معين او يجيب لك اشياء من عمل اضافي او تحقق بعض الارباح او التحصيلات ولكن بالمقابل بتجيب دفعات والاتزامات او مصاريف زيادة او تظهر بعض المصاريف بشكل مفاجئ جدا اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بما انه القمر في بيت حليف معناته البيت الثالث والزهرة كمان في البيت الثالث فبتدعمك على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ونقاشاتك عندك قدرة عالية على الاقناع وبرضو عندك سرعة بديهة عالية للتحليل عواطفك جياشة برضو في المراحل زي هيك الامتحانات والمقابلات والنقاشات بتكون جيدة بتساعدك في كثير من الامور وممكن انك اليوم تنشط بالتسويق او بترويج لمشروع او لسلعة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت طبعا عطارد رح يسبب بعض الاضطرابات او المشاكل او المشاحنات او اختلاف وجهات النظر او الحدية في الطباع في بعض الامور اللي بتتعلق اما في البيت او في الاعطال او في امور الها علاقة ببعض المسائل الطارئة اللي بتحدث على اشياء الها علاقة بالعقارات او باشياء الها علاقة بالعائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء تقريبا نقدر نحكي انه الشمس موجودة ولكن زاويتها النحسي اللي موجودة مع اورانوس شوي بتأثر عليك عاطفيا بتخلي عاطفك جياشي ممكن تندفع في بعض المسائل او تتهور او تتأزم الامور باصدار قرارات الها علاقة بالحبيب او بطريق التعاملك مع الاحبة اللي هو احد الابناء او احد الوالدين ممكن تظهر بعض المسائل العاطفية او تتذكر اشياء عاطفية شوية تسيئك بالفترة هاي او تحب انك تغامر في مسألة ولكن نتائجها بتكون مش ايجابية وممكن تحقق بعض السلبية لا اليك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى العمل فممكن تحقق بعض الانجازات خلال هذا اليوم صحيح انه بشكل زاوية تربيع مع وجود القمر الا انه يعني ممكن تنجز اعمالك صحيح ممكن يكون فيها بعض المصاعب او تظهر بعض العراقيل ولكن ان كررت المحاولة ممكن الامور تكون لصالحك ولكن الاهم انك تنتبه على الوضع الصحي من التقلبات او ظهور بعض الاشياء اللي ممكن تكون يعني وضع بحاجة للرقابة او مراجعة الطبيب او الاهتمام بصحتك اكثر اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هو ايجابي يعني بدعم شوي من علاقتك مع الشريك او بعمل تقارب بوجهات النظر او حلب مشكلة معينة ولكن في لحظات ممكن انه تعصب او يعصب الشريك او تختلقوا مشكلة او اختلاف بوجهات النظر في مسألة معينة حد يتدخل بشؤون حد فيعني يسبب هذا نوع من انواع النفور بدكو تنتبهوا لنقطة هاي اللي عندهم معاملات او قضايا قضائية بدهم ينتبهوا بشكل جيد وما يتهون او يستهون امر الو علاقة بالقانون اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا تدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحقق بعض الانجازات خلال هذا اليوم او الاهتمامات او تهتم بمسألة الها علاقة بالوضع المالي وخصوصا الاموال المشتركة يعني امور الها علاقة باموال ما بتعود لك يعني زي اموال انت عند اشخاص بتحاول تحصل عليها او امور الها علاقة بالقروض او البنوك او ضريبة او تأمين او ميراث او دعم معين يعني الامور هاي ممكن تنشط فيها خلال هذا اليوم او تبحث بعض المسائل اللي بتظهر على مستوى البيت الثامن اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الاجواء رح تكون جيدة خلال هذا اليوم ولكن مش بجودتها العالية ولكن انه بتركز على النشاط في مجال الدراسة مجال السفر الاتصالات خصوصا لاسيما اللي بعيد منها ممكن تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ولكن بدكوا تبتعدوا عن فرض الرأي اهم اشي او تحكم بالاحباء ممكن تخرج في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نوع من انواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا منقدر نحكي انه ما زالت فيها نوع من انواع الضغط وخصوصا مع زاويات الزوايا اللي رح يشكلها عطارد اليوم بالتقابل لهاي وتراجع هاي الكواكب اللي موجودة بالبيت العاشر فشوي منقولك ما تغامر وما تجازف وما تدخل باي شيء بشوه السمعة بالفترة هاي ابعد عن الحدية والعصبية اثناء تعاملك مع زملائك او رؤسائك بالعمل حاول انك ما تجازف وما تضر سمعتك بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فبيحملك لقاء او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تنشط باتصالات او تواصل مع بعض الاصدقاء بالنسبة لبيتك 12 تقريبا نبتن هو اللي بشكل الزاوية السيئة فعشان يكما نقولك حاول انك انت ما تغامر ببعض المسائل خصوصا الامور اللي الها علاقة بالعمل او الصحة ما تهمل وضع صحي معين حاول انك تأخذ قسط كافي من الراحة ما تشغل مخك كثير في بعض المسائل اللي ما بتعنيك يعني حاول انك انت تهتم بامورك اكثر من امور غيرك برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الاول للكم شوي الامور بتكون متقلبة على المستوى النفسي تحدث لك بعض العصبية والحدية في بعض الاوقات ممكن تنزعج من بعض الامور او من موضوع معين الو علاقة بنقاش عائلي او امور الها علاقة بحوار مع احد افراد العائلة او مسألة بتكون هاميتك وضغطيتك الها علاقة بالبيت وافراد البيت او اجراءات اجتماعية عائلية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها بعض الفرص الجيدة اللي بتدعمك على المستوى المالي ممكن تحقق منها بعض المكاسب او الاهتمامات او تحل مشكلة كانت على المستوى المالي او تحصل اموال للك خلال هذا اليوم او تحسن وضع كان صعب انك تحسنه بالفترة الماضي اهم اشي انك انت تقلل من مصاريفك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها يعني فيها نوع من انواع الحدية والعصبية ردات فعلك شوي صارمة في هاي الفترة بتحاول انك تتدخل او تفرض حالك على بعض الاشخاص ما تحشر حالك في مسائل غيرك خليك في مشاكلك لحالك ممكن انت تدخلك هذا في اشخاص لانه حساسية الكل بتكون عالية بالفترة هاي فممكن هذا الاشي يجيب لك وجع التراس اثناء تنقلاتك او حواراتك حاول انك تكون ضابط اعصابك بشكل جيد وما تغامر وما تتهور اما بالنسبة للبيت الرابع الاجواء صحيح انه القمر في بيت حليف للبيت الرابع الا انه وضع الشمس اساسا بسبب بعض السوء التفاهم او المشاكل اللي الها علاقة في البيت او ظهور بعض الخلافات او الاعطال او التقلبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ حاول انك تضبط عصابك قدر الامكان ما فيه داعي لا الانفعال ولا لا اصدار القرارات ولا لا اهمال وضع عائلي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية ولكن حساسيتك عالية فعشان هيك ردات فعلك بتكون سلبية ممكن تحتد او تنزعج من تصرف الحبيب او من طلباته او من اهتماماته ممكن تستسخف بعض الامور اللي لها علاقة ببعض الاحبة او تتجاهلها ولكن هذا الاشي ممكن يسوي انزعاج او يسوي حدية في الطباع وخصوصا مع الحبيب او احد الوالدين او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا بتدعمك بقوة على مستوى العمل فممكن تحقق انجازات جيدة خلال هذا اليوم اعمالك كلها تقريبا تحت السيطرة بتقدر تدورها بالشكل الجيد وتحلها بالشكل الجيد فتقريبا الاجواء رح تكون لصالحك وعن مستوى الوضع الصحي ما في اي قلق الا انه ممكن تكون بعض التقلبات العابرة بسبب وجود المريخ في بيت المتاعب اللي بضغط شوي على الصحة ولكن انه اجمالا الوضع مسيطر عليه اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي ممكن تظهر نقاش او خلاف او حدية بالطباع او تستاء من بعض المسائل اللي الها علاقة بالشريك ممكن يحاول يفرض حاله او يتدخل او يتصرف بدون ما يشاورك في مسأله او انه يهمل طلب من طلباتك فهذا الاشي ممكن انه يخلي يصير في نقاش او حدية في الطباع اما بالنسبة للبيت الثامن بتعيد تنظيم اموركم المالي المشتركي والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع لا تهديئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير بتتلقى مساعدة او تعاطف عليك ان تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء شوي فيها نوع من انواع الضغط ممكن تستاء من خبر الو علاقة باشخاص خارج البلاد او بشخص خارج البلاد او شخص اجنبي ممكن يصير عطل على مستوى مراسل او سوء تفاهم او ممكن تأخير في مراسل معين او اخبار جاي من خارج البلاد او موضوع الو علاقة بالسفر متعطل يعني الاشياء على هاي الاجواء وحتى على مستوى الدراسي بتشكل نوع من انواع الضغط اذا كان عندك مقابلة او امتحان او سفري اليوم بدك تركز بشكل جيد اثناء قيادتك للسيارة واثناء تأديتك للامتحان وما تعتمد على الحضول اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك في بعض المسائل وبتعزز من ثقتك بالنفس من علاقاتك الاجتماعية وبرضو مع زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن اليوم تنجز اهم الاعمال او اهم الاشياء المتراكمة عندك اما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الاصدقاء يعني مش هالضغط الكثير ولكن انه رح تكتشف اشياء لها علاقة بصديق او اصدقاء بطريقة مفاجئة وممكن هاي الاكتشاف هذا شوي يزعجك او يسبب لك نوع من انواع التوتر او تستاء لهذا الاكتشاف وخصوصا انه انت طرف في هذا الموضوع اما بالنسبة لبيتك 12 فقلنا انه المريخ موجود بيعمل تقلبات على المستوى النفسي بيعمل حدية بالطباع ممكن يخليك تجازف في عمل او بانجاز عمل معين فهذا الاشي ممكن يكون في بعض الاخطاء اللي تنحسب ضدك وبرضو في نفس اللحظة بيخليك تستهتر في بعض الاعراض الصحية اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم او تعمل تقلبات عندك فما تهتم فيها بشكل جيد فيعني تتفاقى من الامور بالفترة القادمة فعشانك اذا شعرت بشيء غير اعتيادي لا تتأخر وحاول انك تراجع طبيبك برج الجوزاء يعني المشكلة هي بوجود القمر لما بيكون مقابلك تماما يعني دائما لما بدخل هو بيت سادس سابع ثامن فهي فترة المقابلة بتكون دائما صعبة على اي برج فانت الان القمر موجود مقابلك تماما صحيح انه برج حليف للك وبدعمك وبعزز من شراكاتك ولكن بيخلي فيه نوع من انواع ردات الفعل السلبية العصبية فقدان الصبر اشياء من هذا النوع فعشان يكل بيت الاول اليك اليوم انت مجازف ومغامر متهور في بعض الاشياء ردات فعلك سلبية ما عندك تحكم كامل بنفسيتك حاول انك تضبط اعصابك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انه فيها نوع من انواع التقلبات اللي بتيجي على المستوى المالي فممكن تظهر بعض المصاريف او الدفعات او امور يعني الها علاقة ببعض التطورات اللي الها علاقة بالوضع البالي اما مصاريف او حلول او ضغط على مسألة معينة حاول انك انت تجاري وضعك المالي بطريقة عقلانية بدون ما انك انت يعني تندفع اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة شيئا ما ولكن تعطيك نوع من انواع العصبية هي جيدة بتساعدك في تنقلاتك واتصالاتك وحوراتك ولكن ممكن عصبيتك واندفاعك وتهورك في بعض المسائل هو اللي ينحسب عليك بشكل سلبي فعشانك ما في داعي للإهمال او انك تلتي بمسألة اثناء القيادة للسيارة او اثناء تأديل الامتحانات تكون متسرع بالاجابات وبرضو بدك تركز بشكل جيد اثناء كلامك وتضبط اعصابك من الانفعال اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة مستقرة يعني مسيطرة على الوضع الامور ماشي بالطريقة اللي انت بدك اياها ممكن يظهر بعض العقال او الخلافات او النقاشات ولكن بتتجاوزها بسرعة يعني ما عندك هالمشكلة كبيرة على مستوى البيت او العقار او المواضيع العائلية يعني مسيطرة على الوضع اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة جدا على مستوى العاطفي وهي بتعملك نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين الاحبة او لقاء او تفاهم او اهتمام بمسألة عاطفية معينة او خروج بمغامرة عاطفية بالفترة هاي ولكن برضو بدك تتقارب بوجهات النظر ما بينك وبين ابنائك او ما بينك وبين الوالدين او تشاركهم في بعض المسائل على اساس انه انت توازن الامور بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا هنا فيها نوع من انواع الروتين على مستوى العمل او على مستوى الصحة فعشان هيك الاعمالك بتنشئها بشكل روتيني بدون هالضغط الكبير بدون هالانفعال بدون هال يعني الاشياء المربكة اللي بتكون على مستوى العمل ولكن الوضع الصحي ممكن يكون في بعض التقلبات او تتذايق من مسألة صحية او تتوسوس من مسألة صحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا زي ما حكينا انه القمر موجود في بيت الشراكة بيتك السابع فهاي الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة هاي الفترة فيها نوع من انواع السلبية انها ضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء ما زال فيها نوع من انواع الضغط على مستوى الاموال المشتركة يعني في اموال اما انك انت مدينها لاشخاص وبتحاول تستردها او امور انت بتحاول انك تحصلها لاجل معالجة وضع مالي معين سيء او بتهتم بموضوع العلاقة بالقروض او الديون او بنوك او التزامات مالية بتكون مربكة في بعض الاوقات بتحاول انك تجددها لها بعض الحلول ولكن الاهم انك ما تندفع بتصرفاتك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء منقدر نحكي انه ايجابية وجيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتفاوضك او تحاورك مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم لدورة او لامر معين الو علاقة بالدراسة او بتطوير وضع معين الو علاقة بالعمل اه ممكن اه تنشط بمناقشة او حوار فلسفي او ديني خلال هذا اليوم اهمش انك ما تتزمت في رأيك اه حاول اذا كان عندك امتحان انك تركز بشكل جيد اذا عندك تنقلات برضو ركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها ايجابية ولكن ما في داعي للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين بالفترة هاي حاول قدر الامكان انك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر رتب امورك بشكل جيد خلي علاقاتك مع الاشخاص او العلاقات العامة جيدة ممكن يكون لك اهتمام بموضوع الو علاقة بالعمل او زملائك بالعمل او مع رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت العاشر فالاجواء بتضغطك على مستوى بيت الاصدقاء ممكن الفترة هاي تكشف بعض الاشخاص او تستاء من تصرفات بعض الاشخاص المقربين او تحس انه فيه انت بوضع معين صعب فبدك حد يساندك او يكون جنبك ولكن راح تشوف انه فيه ناس راح تتخلى عنك بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك اتناعش فالاجواء طبعا اورانوس اللي بيحدث المفاجآت وهو في بيت متاعبك فعشان هيك شوي بدك تدير بالك على الوضع الصحي من التقلبات من بعض التعب من بعض الامور السلبية اللي ممكن انها تضغط عليك بالفترة هاي فعشان هيك حاول قدر الامكان انك تركز وما ترهق حالك كثير لانه ما في داعي للمفاجآت على مستوى العمل ممكن برضو مفاجآت على المستوى الصحي تظهر بعض المسائل الصحية بشكل مفاجئ ان شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك ممكن تقلق على صحة احد الاحبة او تقوم بزيارة مريض برج السرطان طبعا القمر انتقل من البيت الخامس للبيت السادس فاكثر اشي بتركز عليه خلال هذا اليوم هو انجاز الاعمال او اهتمام بمسألة عملية معينة وبرضو الاهتمام بوضع صحي معين صحيح انه القمر في بيت مش حليف لايلك واضاغط عليك شوي فهذا شوي بيخلي عندك نقص بالطاقة او بيخلي عندك فتور بالتعامل بيخلي عندك نوع من انواع التقلب بالمزاج في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انه فيها بعض الايجابية ممكن تحصل بعض الاموال خلال هذا اليوم او مستحقات لايلك او هبات او مساعدات او داعم معين ولكن الاهم من هذا انه المصاريف بتتزايد عليك او بصير في مطالبات مالية او مصاريف زيادة بالفترة هاي حاول انك تركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات في بعض المسائل ممكن تكون مقنع بشكل عالي جدا خلال هذا اليوم بتحاول انك تنشط في بعض المسائل الفكرية بتحاول انك توصل رسالة معينة لبعض الاشخاص بتحاول انك تقنع اشخاص بشيء معين الفترة هاي بتساعدك في هاي الامور وممكن تحقق فيها نتائج جيدة ولكن الاهم انك تمسك اعصابك ما في داعي لسوء التفاهم عما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت برضو بتحمل نوع من انواع الايجابية بشكل كبير اليوم فممكن يصير فيه نوع من انواع التفاهم او التواصل او التراسل على مسألة معينة لها علاقة بالعائلة او افراد العائلة او مر الها علاقة بالبيت او تطوير مسألة معينة او الاهتمام بتصليحات او ترتيبات او اهتمامات عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي اليوم شوي بتتقلب حساسيتك عالية بتحس بالتقصير معين من بعض الاحبة او اهمال معين او معاتبتك على مسألة معينة خصوصا من الحبيب او احد الوالدين او احد الابناء حاول انك تضبط عصابك قدر الامكان ما في داعي للعصبية ولا للحدية ولا للتقلم في المزاج ما في شيء مستاهل انك تسم بدناك عشانه اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء طبعا القمر حكينا انه موجود في البيت السادس فمنقولك انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في مجهودكم انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم واحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فما زالت الاجواء ضاغطة في خلاف معين او نقاش او مسألة شوي بتتداولوها ما بينك وبين الشريك اللي كان بالمال او شريك العاطفي اللي هو الزوج في حدث معين او امر مهم بتحاولوا انكم تتباحثو حاول قدر الامكانك تستغل الوضع المناسب اللي يكون الشريك فيها رائق يعني مش شرط انه انت تناقشوا بالوقت اللي انت بدك يا لانه ممكن هو يكون مشعون بطاقة سلبية فعشانك ممكن تحتد وصير خلاف ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى بيت الاموال المشتركة على مستوى امور الها علاقة ببنك ضريبة تأمين اهتمامات مالية سداد ديون قروض جدولة الوضع القادم كيف بترتب مسائل مالية تأمين وضع مالي معين يعني كلها هاي الاهتمامات بتكون خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الاجواء يعني ممكن تحمل نقاش او حوار او خبر من شخص خارج البلاد او اجنبي عنك تستاء له او تستاء منه ممكن تصرف ممكن تأخر بريد او مراسلات او اشياء مثلا مهمة الى علاقة باوراق قانونية او معاملات او دراسة او بحث او نقاش فلسفي او ديني شوي هاي الامور كلها ممكن يكون فيها نوع من انواع الضغط او الارباك بالفترة اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا طبعا بيت السمعة فامنقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات والتهور بالفترة ما في داعي انك تشوه سمعتك ما في داعي انك تجازف على حساب سمعتك حاول انك قدر الامكان تضبط اعصابك وما تخالف قوانين ما تدخل باشياء مشبوهة ما تتأخر باعمالك ما تدخل بمواجهات مع زملائك او رؤساك بالعمل حاول خلي علاقاتك طيبة مع محيطك او مع علاقاتك الاجتماعية يعني بمعنى بدك تضبط اعصابك باي شيء بتشوفه انه ممكن انه يشويه السمعة حاول انك تبعد عنه اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء اليوم ممكن تظهر مسألة الها علاقة بصديق شوية تكون مفاجئة او تكتشف امر او يتسلل لك معلومة يتصرب لك معلومة ممكن تحتد من بعض المسائل او تنزعج من بعض التصرفات اللي بتصرفها احد معارفك او اصدقائك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ممكن تأديها وانت ما اليك رغبة في هاي الامور اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا قلنا انه الزهرة موجودة الزهرة بتدعمك على مستوى العمل تعطيك طاقة جيدة لانجاز بعض الاعمال او الاهتمام ببعض الاعمال خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الاشياء اللي الها علاقة بالوضع الصحي او الحركة لزيارة مستشفى او مريض او اهتمام بصحة احد الاحبة خلال الفترة هاي برج الاسد طبعا بالنسبة للقمر موجود في بيت حليف وقوي وداعم لالك اليوم بخفف عليك كثير من الضغوطات وبعطيك بعض الحظوظ اللي ممكن انه تكون مفاجئة بالنسبة لالك ممكن تمشي اشيائك او اهتماماتك اليوم بشكل ايجابي في بعض المنازل ولكن الاهم انه احنا نهتم بالبيوت ككل ونعرف الضغوط وين بتكون اللي ايجابية وين بتكون عشان نعرف نستغلها بشكل جيد على المستوى النفسي رغم انه الشمس موجودة وضغطيتك بشكل كبير الفترة هاي بتسببلك بعض التوترات والعصبية او بتعطل بعض المسائل الا انه اليوم رح تحس انه فيه اشياء خفية بتساعدك او بتنشيلك او بتزبطلك بعض الاوضاع هيك نفسيا انت متوتر من بعض الاشياء او هامل هم مسألة معينة او مهموم من ورا مشكل معين اليوم ممكن انك انت تتجاوز هاي المرحلة بسلام اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي ممكن يعني تحصل بعض المكاسب المالية بالفترة هاي او الارباح او الهدايا او المنح او الهبات او الدعم مثلا الاجواء جيدة بالفترة هاي ممكن تحصل على هدية او ممكن انتد يد بنفسك هدية معينة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة عالية جدا للإقناع وبرضو للحوار والدراسة وترتيب الوضع العام ممكن تنشط ببعض الزيارات أو الاتصالات بالفترة هاي بشكل كبير ومكثف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو مسيطر عليها يعني تقريبا إدارة البيت وأمور البيت والأعمال أو المشاكل المنزلية أو العائلية بتقدر تديرها بشكل جيد خلال اليوم ممكن تنجز بعض المسائل أو تهتم ببعض الأمور البيتية كمشتريات أو ترتيبات أو تصليحات ترميمات واجبات عائلية يعني بتكون كلها جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود فيه رغم أنه منتحس إلا أنه بعطيك أشياء إيجابية فبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء أهم إشي أنك تستغل الفترة هاي لتصحيح الأخطاء اللي كانت في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تنتبه يعني البيت السادس بنبهك بقولك دير بالك من العمل أو تقصير بأعمالك أو تتقاعص عن عمل معين ممكن يظهر لك خلاف أو مشكلة إلها علاقة بالعمل أو بأمر بتعلق بوضع صحي يعني تقلبات صحية شعور بتعب أو إرهاق أو مرض أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تعزز علاقتك مع الشريك أو مع شريكك بالمال أو العاطفة أو مسألة العلاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو مشتريات أو اهتمامات جيدة بتدعمك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن يعني هنا برضو بدك تنتبه من تقلبات نبتن اللي بتسوي بعض المخاوف على الالتزامات أو الدفعات أو بتخليك شوي تصرف بدون حساب تستهين بالوضع المالي بشكل معين حاول ترتب وضعك المالي بشكل جيد ما تصرف ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بتحويل أو بقرض أو بمساعدة أو ببنك أو ضريبة أو تأمين أو حوار على مسألة إلها علاقة بفلوس إلك من داينها لأشخاص أو أشخاص بتحاول إنها تستلف منك بعض الأشياء أو تدفع أنت عن أشخاص بعض الفلوس أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة بتعطيك راغبة قوية للتواصل ولكن بتعمل نوع من أنواع سوء التفاهم أو الخلاف أو النقاش الحاد ما بينك وبين بعض الأشخاص خارج البلاد فالأجواء متوترة ما زالت أثناء تعاملك مع أشخاص إما خارج البلاد أو أجانب شوي تزمت والحدية ظاهرة في الفترة هاي التعاملات أو المعاملات القانونية أو الأوراق القانونية يبدأك تركز فيها بشكل جيد أنا بفضل أنه بالفترة هاي ما تدخل لا بنقاشات ولا بحوارات ولا بجدالات يعني ما الهداعي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى بيت السمعة في بعض المسائل ولكن برضو من حذر لأنه نبتن بعطيك مجال أنه أنت تجازف في بعض المسائل فعشان هيك ما نقول لك دير بالك ما تتبع أهوائك بالفترة هاي لا تجازف ولا تخالف القوانين ولا تغامر ولا تدخل بأعمال مشبوهة الأوضاع مش مستحملة الضغط فممكن تشوه سمعتك بالتصرف أنت بتعتقد أنه بسيط ولكن هو بالواقع بكون صعب وكبير أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى علاقاتك واتصالاتك تعاملك مع الزملاء مع الأصدقاء دعوة حفلة مناسبة زيارة علاقات اجتماعية واسعة بتكون بالفترة هاي وبتكون برضو إيجابية ودعميتك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا عطارد الموجود بيظهر بعض الأشياء المفاجئة مش الأشياء الصعبة للخطيرة يعني ولكن أنه براكم بعض الأعمال عندك بيخليك ما تقدر تنجز كل أعمالك تهتم ببعض المسائل اللي بدها تركيز أكثر ممكن أنه يتراكم عندك عمل معين وممكن يصير بعض التقلبات على المستوى الصحي خلال هذا اليوم يعني إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك برج العذراء وجود القمر دائما في البيت الرابع لإلك هو مكان ضعيف فبيضعف كثير من الأشياء عندك خلال هذا اليوم لأنها زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك أول شغلة بدك تنتبه منها اليوم اللي هي أنه أنت مضطرب أو شوي عصبي أو شوي أنت بتحاول تمشي الأشياء بدون نفس ما عندك هالرغبة الكثيرة أو الجامحة لإنجاز أشياء كثيرة يعني بتعمل الشغلات بشكل روتيني في لحظات ممكن تطلع عصبيتك على بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتكون جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن تحقق بعض المكاسب أو المداخيل أو الهدايا أو الربح أو أشياء لها علاقة بمستردات مالية بتكون لإلك فبتحصلها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني ممكن تظهر بعض النقاشات الحدي ولكن إجمالا أنت عندك سرعة بديهة عالية للإقناع والحوار خلال هذا اليوم والتنقلات والاتصالات بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك صحيح ما عندك رغبة للحركة كثير يعني الوضع روتيني إلا أنه لو انحطيت بموقف اضطريت أنك تتحرك فيه برضو رح تستفيد من ورا أما بالنسبة للبيت الرابع بيت العائلة فطبعا القمر موجود في هذا البيت بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجد تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم إش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة أهم إش أنك تراعي ووضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي حسسيتك عالية في مشاكل في خلافات في نقاشات متوتر الأجواء بشكل كبير على المستوى العاطفي ممكن دخلك في نقاش أو حوار حاد حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك ما في داعي لردات الفعل السريعة اركز قبل ما تعمل أي شيء عد للمليون قبل ما أنت تتخذ أي قرار بالفترة ممكن يصير في صدام ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز العمال الضرورية والمهمة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بعملك أو بصحتك أو مثلا مراجعة طبيب أو أدوية معينة أو اهتمام بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو الخيال ممكن يعزز لك نقطة معينة أو شكوك معينة أو غير معينة حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ما في داعي لا للغير ولا للشك خلي الأيام هاي تمضي على خير بدون أي خلافات وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تضغطك على مستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر لك بعض الدفع أو الالتزامات أو الأعباء أو مشاكل إلها علاقة بالأموال تظهر على الساحة فهاي توترك شوي أو تقلقك أو تحاول تجد مخارج لإلها وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالبنك أو ضريبة أو تأمين أو أموال الغير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني شوي ممكن تظهر لك اتصال مفاجئ أو معلومة تجيك من شخص خارج البلاد مفاجئة حوار حاد أثناء نقاش على مسألة دينية أو فلسفية امتحان تتفاجأ وضع أنك أنت محطوط في اختبار أو امتحان بشكل مفاجئ بدك تكون مستعد سفرية أو تنقلات تيجي بشكل مفاجئ بدك تهتم فيها برضو وترتب أمورك وتركز على مقتنياتك أنك ما تنساش إشي أثناء تنقلاتك وما تندفع وتتهور أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى العلاقات العامة وعلاقاتك مع المحيط فممكن اليوم تنجز بعض الأمور بمساعدة بعض الأشخاص وممكن يكون لك تعاون جيد ما بين زميل أو رئيسك بالعمل وممكن تحقق بعض المكاسب الجيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بحدث زيارات مفاجئة أو اتصالات مفاجئة من بعض الأصدقاء ممكن يفاجئك بعض الأصدقاء بطلب معين أو بشيء معين أو واحد يسرب لك خبر عن أحد الأصدقاء تنصدم منه خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا الشمس موجودة فما زالت ضغطة تضغط بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وتضغط على الوضع الصحي بتجيب لك بعض الأوهام وممكن تظهر لك بعض الأعداء المختفين عن الساحة يعني من وراء الكواليس بتآمروا عليك أو بيستغيبوا فيك أو بيحاولوا أنهم يعني يضغطوا عليك بمسألة معينة برج الميزان طبعا القمر في مكان حليف لإلك وقوي جدا بيتك الثالث عمل زاوية جيدة زاوية تزديس مع البيت تبعك فعشان يكي نفسيتك اليوم أحسن مشحون بطاقة إيجابية عالية عندك رغبة لعمل كثير من الأمور أو تحقيق كثير من الأشياء خلال هذا اليوم عندك سرعة بديهة عالية للتواصل والاتصالات والحوارات بالنسبة للوضع المالي ممكن تحقق بعض المكاسب أو المدخيل أو ترتب مصاريف فترة قادمة أو التزامات ممكن تحصل على بعض المكاسب خلال هذا اليوم أو عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو ممكن تحصل أو تحصل على هدية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم رح تنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر القصير والاتصالات فترة مناسبة لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر إلى أجواء لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء مازال فيها نوع من أنواع البلبلة ممكن يعني خوفك مسألة إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أو مشكلة مثلا على مستوى عقار أو بيت أو وسوسة أو قلق على صحة أحد أفراد العائلة يعني هاي المسائل شوي ضاغطة حوار نقاش مشكلة بتحاول تتجاوزها بدك تكون حذر من أي شيء له علاقة بالبيت وبأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتساعدك اليوم فعاطفتك جياشي وعندك قدرة على التواصل العاطفي مرافقة الحبيب أو الانطلاق بشيء له علاقة بالمغازلة مثلا أو مرافقة الحبيب أو الاهتمام بمشكلة بتتعلق بالحبيب أو بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي فيها بعض المخاوف فأنت خايف من مسألة معينة إلها علاقة بالعمل أو اضطراب بالعمل أو إشي إلو علاقة بالصحة يعني وساوس الزيادة حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال فترة هاي بدون اندفاع ولا تهور بالعقل وبهدوء بتحلها أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا المريخ بضغطك على مستوى بيت الشراكي هو اللي بيجيب حدية بالطباع ونقاشات حدي توتر بين بعض المسألة اللي إلها علاقة بشريك العاطفي أو شريك المال أو أوراق قانونية أو معاملات قانونية أو ظهور مسألة إلها علاقة بالقضاء أو القضايا يعني شوي بتوترك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتضغط على مستوى الأموال المشتركة فممكن يكون عندك التزامات أو قروض أو ديون أو أمور بنكية أو ضريبية أو تحويلات مالية أو محاولة استرداد أموال من أشخاص كنت مدينهم بيكون فيها نوع من أنواع صعوبة يعني إيش إلها علاقة بأموال غير ممكن تظهر على الساحة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو داعم لإلك بشكل قوي جدا خلال الفترة هاي فممكن أنك تحقق بعض المكاسب أو الإنجازات ممكن أنك أنت يعني تعمل اتصالات خارجية جيدة ممكن يجيك خبر من خارج البلاد يكون ممتاز ممكن موضوع العلاقة بسفر أو تنقلات تنتهي مسألة معينة كنت مستصعب منها أو تهتم بمسألة العلاقة بأوراق ومعاملات قانونية برضو بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتساعدك في بعض المسائل اللي الحلاقة بالسمعة ولكن ما في داعي للمجازفات أو المغامرات أو مخالفة القوانين بالفترة هاي بدك تركز بشكل جيد حاول تنجز أمورك بشكل جيد رتبها بشكل قوي يعني خلي الأشياء تدعمك وبرضو تكون معك وخصوصا أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤساك بالعمل العمل المشترك بالفترة هاي بخفف ضغوط كثير عليك أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأوضاع ما بينك وبين أصدقائك لمي اجتماع زيارة تبادل زيارات توجيه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اهتمام ببعض الأصدقاء يعني بتكون الأجواء جيدة ولكن بدك تنتبه إنه ممكن تكتشف خبر أو يزعجك خبر بتعلق بأحد الأصدقاء أو يصير خلاف ما بينك وبين صديق أو نقاش حاد ما بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن أنك تنجز أعمالك بدون أي خوف أو قلق صحيح البيت السادس حذر من بعض المسائل ولكن بما أنه بيتك 12 بعزز نقاط معناته أنت عندك قدرة على العمل ساعات إضافية برضو بتقدر تنجز أعمالك بالكامل تهتم بأعمالك بالكامل وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق بأحد الأحبة أو أحد المعارف أو زيارة مريض أو عيادة مريض أو الاتصال فيه للاستفسار عن حاله أو عن وضعه برج العقرب طبعا القمر صار في البيت الثاني عندك بشكل بعض الزوايا الضاغطة ولكن أنه بيجيب لك بعض الفرص على المستوى النفسي اليوم أنت نفسيتك أحسن عندك ثقة بالنفس أكثر برضو عندك قابلية أنك تتحرك بأكثر من اتجاه شوي أنت نفسيا مرتاح ممكن اليوم عندك أكثر من مخطط أو ترتيب بتحاول تنجزهم بالكامل ممكن اليوم تسعد بلقاء معين أو لمة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا تعطيك فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضررية ممكن تهتم بتوظيف أموالك أم مش أنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تتحقق من خلالها ربح ولكن الأهم اترتب مصاريفك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زالت مشحونة بالعصبية والتوتر وعدم الرغبة بالحوار ولا بالنقاش شوي هيك يعني مليت من كثر ما حكيت في بعض المسائل وما حدا مستجيب لك أو ما حدا قادر يفهم أنت إيش اللي بدك إياه حاول أنك اليوم تأخذ راحة من هاي المسائل ابعد عن النقاشات عن الحوارات قدر الإمكان ممكن تنشط باتصالات أو زيارات أو تنقلات يعني ممكن يكون في عندك نشاط لبعض المسائل اللي بتعتبرها ضرورية ولازم تنهيها بالفترة هاي يعني أشياء ملحة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني جيدة مسيطرة على الوضع الأمور بلشت تهدى في عندك اليوم اهتمامات عائلية كبيرة ممكن لمة اجتماع مناسبة أمر عائلي مهم إيش بتعلق في البيت ترتيبات تصليحات اهتمام بتصليح شيء معين يعني عندك أشياء إيجابية بتدعمك خلال هذا اليوم ممكن شوي يكون فيها بعض الإرهاق ولكن بتنجزها على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت بتعمل بعض المخاوف على مستوى الأحبة خايف على أحد الأبناء خايف على أحد الأحبة خايف على أحد الوالدين عندك وسواس عالي جدا قلق جدا متوتر جدا على هاي المسائل ممكن تدخل بنقاش أو حوار يعني تحاول أنك أنت بدك تنفجر تحاول أنك أنت بدك تحكي بأي طريقة ولكن دير بالك من ردات الفعل مش الكل رح يستوعب مشاعرك أو إيش اللي أنت بتشعر فيه بالفترة هاي من ضغط ممكن عندك وساوس وأوهام كثيرة ولكن حاول أنك تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضغطة بشكل كبير اليوم اليوم بتحاول أنك تنجز كل الأشياء أو العمل اللي عندك مندفع بشكل يعني عندك طاقة كبيرة اليوم لإنجاز أعمالك أو اهتمام بأعمالك أو أنك بدك تنهي في عندك أعمال بدك تخلصها اليوم لكن أهم إيش أنك تركز أنه ما يكون فيه أعطال ولا أخطاء وما تعرض حالك للإصابات من وراء هاي العجلة يعني تتعب حالك أو تتعب عضلاتك أو تتعب أعصابك برضو بدك تركز على الوضع الصحي من بعض التقلبات أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأعصاب أو شبد العضل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تحدث بعض المفاجآت اللي ممكن تكون مش سارة على مستوى تعاملك مع الشريك أو شريك المال أو شريك العاطفي مع الزوج أو إيشي إلو علاقة بأوراق أو معاملات قانونية ممكن تظهر مسائل لواحد من الثلاثة هدول شوية تكون مربكلا إليك اليوم أو تزعجك أو تزعع لك أو تعمل لك ردة فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب أو تحل مسألة مالية أو ترتب وضع مالي معين أو تهتم بأموال الغير وتصريف أموال الغير وأمور إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين تحويل سداد ديون أشياء زي هيك ممكن تظلها مهميتك اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد وامتحاناتك مقابلاتك تنقلاتك كلها تقريبا بيكون فيها إيجابية ولكن دير بالك من الإرهاق الكثير ودير بالك من التسرع في بعض المعلومات أو الكلمات اللي تطلع بشكل عفوي معك ولكنها يعني ما يستقبلها الطرف الآخر بشكل إيجابي فتصير مشكلة ويصير نقاش حد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة ضاغطة فمنقولك دير بالك ما في داعي للمجازفة ولا المغامرة ولا لمخالفة القوانين حاول تركز بشكل جيد الفترة هاي بأثناء تعاملك مع زملائك رؤسائك بالعمل بإنجاز أعمالك ركز ما في داعي للتهور ولا للحدية ولا للعصبية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بالفترة هاي وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بموضوع يعني إلو علاقة بصديق بطلب منك مساعدة أو أنت بتطلب منه مساعدة تبادل أراء مثلا أو لقاء معين أما بالنسبة للبيت 12 فهو جيد فبيدعمك بعطيك طاقة لإنجاز أعمالك ما بترغب اليوم أنه أعمالك تتراكم عليك ممكن تنشط بأمور صحية أو رقابة صحية أو زيارة مريض أو زيارة مستشفى مثلا لمريض معين أو تهتم أنت بزيارة طبيب أو صيدلي إلى موضوع أنك تجيب أدوية أو تأخذ بعض الأدوية اللي أنت محتاجها برج القوس طبعا اليوم بما أن القمر دخل لعندكم فبعطيكو ثقة بالنفس كبيرة وبعمكم النشاط أهم شأنكو تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم اللي اجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة واقعية للأمور ممكن تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه يعني ما زالت صحيح بتجيب لك بعض الفرص المالية أو ممكن تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم إلا أنه تظهر بعض المصاريف أو بهمك أو قلق من بعض المصاريف أو الدفعات المالية اللي شوية ممكن تكون مربكة بالفترة هاي عليك حاول أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد على حسب إمكانياتك وعلى حسب وضعك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات أنت مقنع سرعة بديهتك عالية قدرة على الإقناع عالية رغبة بالتواصل الجيدة عندك يعني تقريبا الأجواء جيدة على مستوى حتى الاهتمام بأمور العلاقة بالسيارة أو التليفون أو إيشي العلاقة بالميكانيك أو تصليحات إلكترونية أو شغلات مثل من هذا النوع يعني بيكون عندك اهتمامات عالية حتى قدرة الإقناع أو تجاوز الامتحانات بتكون عندك ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا في شوية مخاوف إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو اضطرابات عائلية أو مشاكل أو قلق من مسألة معينة ممكن تكون على مستوى البيت موضوع مثلا حوار تصرف أحد أفراد العائلة تصرف شوي بيكون مزعج بالنسبة إلك بتكون قلق منه ممكن حدية يعني أشياء مربكة كأعمال أو مشتريات أو تسوق أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء حادة ما زالت على مستوى تعاملك مع الحبيب ما زالت في أشياء ضاغطة بتوترك بتشحن فيك بطاقة سلبية فيها نوع من أنواع العنف داخلك باتجاه الحبيب أو ردة فعل سلبية عصبية حادة هذا الإشي طبعا أنت اللي اتخذت القرار وانت اللي لازم تتخذ قرارك في هاي المسألة بدون ما تصل لمرحلة المواجهة ما في داعي للعنف ممكن تحلها بسهولة ما تخلي المشاحنة تكبر أو تكبر الخلاف أما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا اليوم برضو تضغط وتجيب لك مفاجآت على مستوى العمل أو على مستوى الصحة ممكن ترتبك من مسألة معينة أو تظهر بعض التطورات المفاجئة اللي لها علاقة بالعمل أنت بتحاول تنجز ولكن تتراكم الأعمال أو بظهر عمل جديد فشوي بخليك شوي تكون عصبي بالفترة هاي أو بتنزعج من هذا الأمر في منك برضو على الوضع الصحي ممكن تظهر مسألة صحية مفاجئة تضطر أنك تأخذ علاج أو تراجع طبيب أو تهتم بصحتك أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي بدعم من علاقتك بالشريك وبيعمل تقابل جيد أو تلاقي على مسألة معينة ممكن تحل مسألة معينة أو تتجاوز خلاف معين أو مثلا حوار يعني يكون لصالحك برضو أوراق قانونية أو معاملات برضو ممكن أنها تكون برضو لصالحك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تعمل نوع من أنواع المفاجآت أو العصبية بالطباع أثناء التعامل بأمور مالية ومشتركة أهم شيئك ما تندفع وما تتهور بقراراتك ما تعصب وما تحتد حاول تركز بشكل جيد عطارت بعطيك بعض الحلول أو بدلك على بعض الحلول حاول أنك تستغلها عشان تكون النتائج لصالحك وخصوصا بأمور لها علاقة بأموال الشريك أو أموال مشتركة أو أمور لها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تعطيك نوع من أنواع الحدية بالطباع أثناء التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنزعج من تصرفاتهم ممكن تتخذ قرار شوي يكون في مجازفة أو مغامرة ممكن تتعند على مسألة معينة ممكن تحتد وتعصب أثناء حوار أو نقاش أو جدال وخصوصا ما بينك وبين صديق أو معرفة أو أجنبي أو شخص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو معاملات أما بالنسبة لبيتك العاشر فتقريبا الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة تدعمك بشكل قوي ممكن تتعزز بعض النقاط القوية ممكن أنك تكون في أمور لصالحك أو تهتم ببعض المسائل على مستوى العمل أو زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم يجمعك بصديق أو لقاء معين أو حوار معين أو حل مشكلة معينة ممكن يتوجه لك دعو إلى حضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء برضو تدعمك على مستوى العمل عندك قدرة عالية لإنجاز الأعمال يعني ما في خوف صار من البيت السادس لو ظهر مسألة إلها علاقة بالعمل فعندك قدرة على إنجازها وحلها اهتمام بمراجعة أو أدوية أو أشياء من هذا القبيل برج الجدي طبعا لآخر يوم في نوع من أنواع الضغط بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب فعشان هيك الفترة هاي مخيب الأمال نفسيتك مش مرتاحة في ضغوط متوتر مش كل إشي ماشي مثل ما بدك حتى في التفكير ما عندك قدرة على التفكير المنتظم يعني شوي في نوع من أنواعها هيك الفوضى حتى بالأفكار حتى بالإحساس بالمشاعر بالشغلات هاي شوي حاسس حالك محبط اليوم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية لو بتخرج حتى لو بتغير جو المهم أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الوضع المالي يعني فيها توترات تقلبات مش الأمور ماشية يعني مش ماشية مثل ما بدك صحيح أنه في فرص لمكاسب مالية أو تعويضات أو رواتب مثلا أو مستحقات أو هبات ممكن تجيك هدية ولكن ما رح تكون بالقيمة اللي أنت بدك إياها لأنه برضو المصاريف عندك أو الالتزامات كثيرة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض المخاوف عندك من يمكن ثقتك بنفسك شوي مهزوزة بالفترة هاي إيش حنحالك بطاقة إيجابية واجه دافع عن حالك انطلق اعمل اتصالاتك حواراتك ما تتردد بشيء الأجواء صحيح فيها نوع من أنواع صعوبة ولكن ما بتمنعك من أنك أنت تستغلها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت ما زال فيها نوع من أنواع الحدية أو التوتر ممكن تظهر بعض المشاكل أو بعض الخلافات أو النقاشات أو الأعمال اللي بتكون مربكة بالفترة هاي أو بتتعبك ممكن في مشاكل عائلية أو مسألة بتتعلق بالعقارات أو أحد أفراد العائلة شوي مربكيتك بتحاول أنك تجدلها بعض الحلول أما بالنسبة للبيت الخامس فالمستوى العاطفي ممكن تظهر مسألة اليوم تزعجك إلها علاقة بالحبيب أو إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين حاول أنك أنت ما ترضخ أو تضعف حاول أنك تكون قوي وبرضو تعرف تتصرف بالفترة هاي وتحقق إنجازات يعني تكون لصالحك أقل ما فيها أهم شي إنه إذا كان متخذ قرارات وشوي كانت متزمتة أو صعبة حاول تتراجع عن هاي القرارات بالفترة هاي لأنه العناد ما بينفعك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه فيها إيجابية على مستوى العمل تقدر تنجز أعمالك بكل هدوء عندك قدرة على إنجاز الأعمال أو الاهتمام بأعمالك أو بتواصلك أو تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو عندك قدرة على متابعة الأمور الصحية ووضعك الصحي ما بيخوف كثير أي شيء هو عرضي ولكن إنه بده متابعة وبدك صبر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو تدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات وخصوصا مع الشريك ولكن عطارد شوي عمل شوية سلبية يعني بعمل شوية مشاكل فعشان هيك يعني حاول قدر الإمكان أنك تكون مرن ولين أثناء الحوار مع الشريك ما في داعي للدخول بمواجهات أو المناقشات أو نقاش حد ما تحاول أنك تكبر الأمور ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية اللي تكون بحاجة لإجتهادك أو لمتابعتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ممكن تهتم ببعض المسائل المربكة اللي إلها علاقة بوضع مالي إما تحصيل أموال أو دعم معين أو أمور إلها علاقة بقرض أو ببنك أو ضريبة أو تأمين ممكن أموال اللي إلك بتحاول تستردها بالفترة هاي يعني بتنشط على المستوى هاد صحيح إنه ممكن بأول خطوة ما تزبط الخطوة اللي بعدها بتزبط كرر المحاولة أكثر من مرة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات واتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد صحيح إنه ما عندك نفس لهذه الأمور عصبي في بعض الأوقات حد الطباع في بعض الأوقات ممكن تنزعج من خبر معين أو من تصرف معين أو من نقاش معين ولكن إجمالا أنت قلق في حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنك تتجاوز هاي الضغوط أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة يعني بتقدر تحافظ على سمعتك وتنجز أعمالك بطريقة التعاون أو الشراكة يعني تتعاون أنت وأشخاص أو تتشارك أنت وأشخاص لإنجاز عمل مهائعين أو أنه واسطة تدعمك في مسألة معينة أو حل مشكلة معينة الأجواء إيجابية بتدعم من علاقاتك على مستوى العمل مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى الأصدقاء والحوارات والعائلة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء فما ترفضها انطلق وغير الجو اطلع من الضغط اللي أنت موجود فيه أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب والقمر موجود فيه لآخر يوم يعني اليوم تقريبا لنصف نهار الغد وبعدها الأمور بتكون لصالحك القمر بتكون وصلك ولكن من هون يعني يوصل القمر لعندك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيب الأمال ممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بطريقة أنه متسرعة بدون مراجعتها والتدقيق فيها برج الدلو طبعا على المستوى النفسي اليوم أنت أحسن مشحون بطاقة إيجابية عندك قدرة على التحرك حاول تستغل اليوم هذا لإنجاز كل الأشياء المهمة لأنه معروف أنه بعد بكرة الظهر القمر رح يوصل عندك لبيت المتاعب فعشان هيك لازم تنجز كل شيء ضروري اليوم بكرة يعني الأجواء بصير تضغط عليك شوي شوي فحاول تستغل هاي الإيجابيات لإنجاز كل إشي ضروري بالفترة هاي استفيد من الطاقة الإيجابية الموجودة لتحقيق مكاسب أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية ولكن عليك مصاريف ودفعات والتزامات أو هموم مالية أهمش أنك ما تبذر أموالك ركز بطريقة الصرف ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي بتعطيك قدرة على المغامرة قدرة على الاندفاع عندك طاقة عالية للتحرك وللاتصالات وللحوارات والنقاشات ولكن بدك تنتبه من العصبية اللي مسيطرة عليك في بعض الأوقات ردات فعلك بتكون سلبية ممكن هي تقرب عليك أو تعركس عليك أثناء الامتحانات بدك تكون دارس ما تعتمد على الحظ وأثناء تنقلاتك بدك تنتبه من الإصابات وخصوصا أثناء الحركة أو أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت ممكن تحدث بعض المفاجآت اليوم اللي شوي توترك أو تزعجك ممكن مشكلة خلاف عطل مشتريات التزامات شغلة عائلية تظهر على الساحة أمور العلاقة بالعقار اهتمامات عالية على المستوى العائلي يعني المستوى العائلي شوي بده رقابة أو طريقة تعاملك مع إخوتك أو مع جارك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة ما زالت على المستوى العاطفي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب ممكن تفكر في خروج في نزهة نزوة لقاء عاطفي حاول إنك أنت تخلي التواصل العاطفي جيد وخصوصا مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين الفترة هاي بتدعمك بشكل قوي حتى على مستوى مواضيع العلاقة بارتباط أو خطوبة أو حب بتحاول إنك تطوره من منزل إلى منزل أما بالنسبة لبيتك السادس فالأجواء تقريبا بتجيب مفاجآت مربكة بالنسبة لعطارد يعني شوي بتضغط على بعض المسال اللي إلها علاقة بالعمل ممكن يجيب لك عطل معين أو مشكلة معينة أو تأخر في معاملة أو في إنجاز عمل معين يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل ممكن إشي على المستوى الصحي يعني يظهر مسألة صحية مفاجئة تحتاج أنك تراجع طبيبك أو تراقب صحتك فيها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت حادة أثناء التعامل مع الشريك يعني بتقدر تعزز شراكتك من وجود الشمس ولكن اللي سلبيتها بتجيب خلافات بتجيب عدم تفاهم وعدم إنسجام ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج فممكن يعني تظهر بعض الخلافات أو الأوراق القانونية أو المعاملات القانونية بالفترة هاي اللي تكون صعبة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة فممكن تهتم ببعض الدعم أو قرض أو مسألة مساعدة للوضع المالي أو حل مسألة معقدة ماليا ممكن تهتم بتسوية أو أمر بنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق أو معاملات قانونية أو امتحانات أو نقاشات حتى فلسفية دينية سياسية تواصل مع أصدقاء وأصحاب يعني بتفتح لك مجالات جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو جيد بيدعمك فعشان هيك برضو بعزز من قدرتك على العمل بفتح لك مجالات بالعمل جيدة ممكن تفكر في مشاريع جديدة بالفترة أو بدعم من شخص معين على مسألة الهلاقة بالعمل أو بتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل لحل بعض المسائل الضاغطة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بيت الأصدقاء والقمر موجود فيه فبوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن يتعزز شعبيتك بالفترة هاي وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو لا قارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا ما زالت الأمور ضاغطة على مستوى الأعمال في بعض المسائل فعشان هيك بتجيب لك أشياء مربكة أو صعوبة في بعض الأعمال بدها تركيز بدها دراسة بدها مراجعة أكثر من مرة دقق بالتفاصيل اهتم بأعمالك ما تخليها تتراكم عليك برضو ما ترهق حالك كثير رائعي وضعك الصحي راجع طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي خذ أدويتك بأوقاتها ما تنسى وبرضو ممكن تنشط بزيارة مريض في مستشفى أو لعيادة مريض أو تهتم بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا على المستوى النفسي الأجواء مش بكامل طاقتها لا إلك صحيح إنه هي بتعطيك شوي إيجابي ولكن هذا بيت السمعة ما في داعي لأنه أنت تغامر أو تجازف بالفترة هاي حاول تركز بشكل قوي حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية امسك أعصابك ما في داعي للتهور ولا للعصبية ولا الاندفاع يعني الأمور بدها شوي التركيز أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة وعلى المستوى المالي بتحقق بعض المكاسب المالية ممكن تنشط بجمع أشياء العلاقة بالمال أو تنجز أعمال تستحق من وراها مكافأة ممكن تهتم بسداد ديون أو رواتب إليك مستحقة أو مبالغ إليك بتحاول تستردها ولكن المشكلة أنه أنت عندك رغبة بالإصراف عالي حاول تدرس ميزانيتك بشكل جيد ما تتهور بالمصاريف وما في داعي للمصاريف اللي ما إلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني ممكن اليوم يطلع لك مشوار مفاجئ اتصال مفاجئ خبر مفاجئ امتحان مفاجئ يعني أشياء كلها بتيجي مفاجئة على مستوى البيت الثالث بدك تركز كون مستعد متهيئ وبرضو حاول أنك أنت ما تعصم خصوصا في كل الأمور اللي إحنا حكيناها ما تندفع ما تتهور أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني بتدعمك على مستوى البيت علاقاتك في البيت أفراد العائلة تواصلك العائلة ممكن تنجز أعمال منزلية كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية ممكن تنهمك في بعض المسائل العائلية والتقارب وحل مشكلة معينة أو الاهتمام بالوضع العائلي ككل أو حتى التفكير في أنك تشتري أرض أو بيت أو عقار أو تهتم بمسائل إلها علاقة بالبيوت والسكن والشغلات كلها أجواء إيجابية ودعم لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي اليوم ممكن تظهر بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالمستوى العاطفي اللي ممكن شوية تكون مربكة لإلك إما قرار أو كلام أو حوار يزعجك ممكن يكون من الحبيب أو من أحد الأحبة أحد الأبناء أو أحد الوالدين ممكن تصرف شوي يخليك تتوتر أهم مش إنك ما تعصب وما تحتد وما تصدر قرارات ممكن إنها تكون صعبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت ضغطة على مستوى العمل بتجيب لك أعمال مربكة أو صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو بتتراكم كثرة الأعمال عليك بالفترة هاي فهذا الإشي بضغطك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ممكن تظهر بعض المشاكل الصحية أو التوترات الصحية أو التقلبات الصحية بالفترة هاي اللي بتكون بحاجة للمتابعة والمراقبة ومراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة بتقارب ما بينك وبين الشريك فممكن تحل بعض المسائل بشكل عقلاني أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بشراكة مالية أو عاطفية أو أمر بتعلق بالزوج أو الزوجة أو إنك تتعاطف معه أو تشعر فيه أو تسانده في بعض المواقف أما بالنسبة البيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تنجز بعض الأعمال اليوم اللي إلها علاقة باستحقاقات أو أموال جيتك مثلا منت مداينها لأشخاص بتحاول تستردها أو بتطالب بأموال أو بدعم أو بمشروع جديد بتحاول ترتبه بطريقة قوية بالفترة هاي بتحله وبتكون لصالحك أما بالنسبة البيت التاسع فممكن تنشط باتصالات أو حوارات أو مراسلات مع أشخاص خارج البلاد أو أشخاص أجانب ممكن تتواصل مع شركة تعليمية أو مؤسسة تعليمية أو معهد أو تبدأ بدورة معينة أو رغبة بدراسة مشروع معين أو فكرة معينة بتطلع على أفكار وبتنشط بالنقاشات على المستوى السياسي والأدبي والأمور العلمية وأمور المغامرات والأكشن تقريبا كلها هاي بتكون يعني مبدع فيها أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيه فالفترة هاي مناسبة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجع بالدفع بمصالحه أهمش إنك تحافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب المخالفة خصوصا مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصها لا لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زال بيحمل بعض التوترات يعني بتحاول تبعد عن الأجواء ما تختلط بالناس اللي حوليك ما تختلط بأصدقاءك في أشخاص أنت شطبتهم من سجلاتك يعني همشتهم وحطيتهم وخلص انتهت العلاقة ما بينك وبينهم أو بتتعامل بشكل رسمي جدا يعني على إطار بس المستوى الاجتماعي ولكن كما عزتهم كيف كانت ممكن أنه هذا الإشي أتعبك بالفترة الماضية ممكن أساءك بالفترة الماضية ولكن إجمالا حاول أنك ما تدخل بخلافات ولا جدلات ولا تبرر حتى قدامهم شو الأسباب أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تدعمك بشكل قوي خلال اليوم وتعطي قدرة على إنجاز أعمالك أو الاهتمام بعملك أو أنه يعني عندك طاقة أنك ما تخلي الأعمال هاي تتراكم خلال فترة هاي وبرضو تعطي قدرة على تحكم بالوضع الصحي ومراجعة الطبيب أخذ الأدوي بموعدها أو حل مسألة طبية معينة أو زيارة مريض أو الاهتمام بصحة قريب لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر